تحدي اخر ينتظر الحكومة الشرعية بعد ان وضعت اليمن في قائمة الدول عالية المخاطر ماليا من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بسبب تفاقم عمليات غسل اموال في البلاد فالبلد الذي يعاني ازمات معيشية صعبة بسبب الحرب التي تشنها الميليشيا على الدولة مهدد ايضا بتضاعف الازمة نتيجة الاجراءات المرتبطة بالقرار والتي تحد من التعاملات المالية للبنوك اليمنية مع المصارف الخارجية الاخرى الامر الذي قد لا ينعكس سلبا على تحويلات اليمنيين في الخارج فحسب بل قد يتعداه الى وقف التعامل مع البنوك اليمنية ككل الحكومة اليمنية من جهتها كانت قد رفعت طلبا للجامعة العربية بدعمها من اجل رفع اسم البلاد من قائمة الدول عالية المخاطر مقدمة قائمة بتداعيات ذلك القرار على الشعب اليمني حيث اكدت المصادر احالة الطلب اليمني الى الاجتماع الخامس والعشرين لمجموعة العمل المالي الذي سينعقد في دولة الكويت خلال شهر ابريل المقبل ويرى مراقبون ان ادراج اليمن ضمن الدول عالية المخاطر قد تسبب في اغلاق حسابات العديد من اليمنيين في الخارج في خطوة من شأنها فرض المزيد من العزلة على البلاد محملين الميليشيا نتائج ما يحدث بسبب عدم التزامها بتطبيق معايير مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب اشتركوا في القناة